الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ان شاء الله نتكلم على المحاضرة الثالثة من محاضرات أمثالية الإنشاءات Structural Optimization Course المحتوى بتاعنا زي ما عارفين كان فيه عندنا مقدمة introduction فيه عندنا تقنيات الأمثالية التقليدية على ثلاث محاضرات واحد واثنين وثلاثة نعمل مراجعة اللي فات احنا عرفنا فيه حاجة اسمها Objective Function دالة الهدف دالة الهدف هي Logical Function هي الدلة اللي انا بحب عمل لها Maximization or Minimization عشان اوصل لـ Optimum أو Best Solution دالة الهدف تنقاسم إما Continuous and Differentiable يعني مستمرة وقابلة للتفاضل أو Not Continuous or Not Differentiable يعني غير مستمرة أو غير قابلة للتفاضل لو هي Continuous and Differentiable فالclassical techniques الطرق التقليدية بتاعت Structure Optimization بتحقق لي الهدف بتاعه أما لو هي Not Continuous or Not Differentiable يبقى لازم Numerical Techniques الطرق العددية وهذه هنتعرض لها بالتفصيل إن شاء الله وضحكم لو جاءنا نشوف مع بعض دلة الهدف عندنا دلة الهدف ممكن تكون إما Single Variable أو Multi Variable متعادل المتغيرات وشوفنا متعادل المتغيرات ممكن يبقى Unconstrained Without Constrained أو With Constrained بقيود أو بغير قيود واللي Without Constrained بتنقسم إلى شقين Equality Constrained قيود مساواة أو Inequality Constrained قيود لمساواة درسنا مع بعض Single Variable وحادي المتغير وشوفنا القصة بتاعتك قد قصة سهلة ودرسنا Without Constrained Multi Variable نراجع لهم بسرعة كده قلنا لو عندنا Single Variable Optimization والCurve بتاعنا عامل كده دلة الـ X مع Fx ففي عندنا نقط اللي هي Relative Minimum و Relative Maximum هي نقط اللي بتبقى عندها القيمة أكبر من القيمتين اللي علي منها وشملها اسمها Relative لكن في عندنا قيمة اللي هي أكبر قيمة في الـ Relative اللي هي Absolute أو Global Maximum وفي عندنا Global Minimum وعرفنا ان احنا علشان نجيب نقط الـ Optimization سواء Maximization أو Minimization في Single Variable Optimization بنفاضل التفاضل الأول ونسويه بصفر بنفاضل التفاضل الأول ونسويه بصفر طيب لما بسويه بصفر بجيب النقط اللي هي اللي عندها الـ Optimum Solution طيب أنهي نقط فيهم أنهي نقط فيهم Maximum وأنهي نقط minimum قلنا القاعدة بسطة جدا بنقعد نجيب التفاضل الثالث 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 الرابع الخامس لغاية ما وصل نفيه حتى فيهم مش بصفر بعض الفاضل عند القيم دي أنا جيبت الأول خلاص جيته بالصفر أجيبت الفاضل الثالث الفاضل الثالث الرابع الخامس الساد الثالث لو أنت جبت تفاضل ولقيك الـ الن بتاعته Even بتاعت تفاضل الثالث أو الرابع أو السادس وده تفاضل لتطلعش بصفر لو أكبر من صفر يبقى minimum لو أصغر من صفر يبقى maximum أما لو كانت القيمة اللي ما طلعتش بصفر هي الأود أن أود فيها يبدأ كده ما يظهر maximum nor يعني لاهي maximum ولاهي minimum وشوفنا فيها عندنا حاجة اسمها Infliction Point اللي هي نقطة الإنقلاب لو بنتكلم عن Multi-Variable Unconstrained Optimization أمثالية متعادلة المتغيرات بلا قيود بتجريت دلة فيها مش متغير واحد X1, X2, X3, X4 سهل جدا بنفاضل تفاضل جزئي Partial Reference Fx مرة بالنسبة ل X1 مرة بالنسبة ل X2, X3, X4, X5 ونساويهم بالصفر يطلع لي عدة معادلات N من المعادلات في N من Variables ببدأ حل المعادلات دية مع بعض Simultaneous أحصل على قيم X1, X2, X3, X4 طيب كلام كويس جدا طيب أنهي نقطة في دول maximum وأنهي نقطة minimum قلنا بنعمل حاجة اسمها lithium matrix ايه lithium matrix مصفوفة في التفاضل الثاني بجزء كما قلت أنه نلاقي هنا لو نحط هنا X1 ونحط هنا X2 X3 Xn وفي الصفوف أيضا X1 X2 Xn فلو نحط على مستفاضل ذات تفاضل بإعينه وهو الصفل الثاني والعمود الاول يبقى أنه برشا 2F وبرشا 2X2 وبرشا 2x4 فلنحط الصف الرابع والعمود الخامس مثلا أو عمود السادس يبقى أنه برشا 2F وبرشا 2X4 وبرشا 2X6 من كودي الهيسيان ماتركس دياً ونبدأ نشوف لو الهيسيان ماتركس Hmmm بقاء Dasu يبدأ معناه أُو سمديفينت أو أعني palavra 뭔 الظبت كنا نقوله إنه explorations يجبها relative maximum لو semi-definite require more study أريد أن يستطيع أكبر من كده لو indefinite باسمها saddle point ونرى الـ saddle point مع بعض يعني ماذا؟ المصفوفة نقول أنها positive definite أو negative definite أو semi-postive أو semi-negative أو indefinite هناك تعريف الأساس عن طريق الـ eigen value problem أنا أخذ المصفوفة إياه ومصفهم ربعها أجيب لها الـ eigen values كلها لو طلع كل الـ eigen values positive يبدأ اسمها positive definite لو طلع كل الـ eigen values negative يبدأ اسمها negative definite لو طلع فيهم صفار أو positive يبدأ semi-positive definite أو positive semi-definite لو صفار أو negative negative semi-definite لو موجب وسالم يبدأ اسمها indefinite طبعاً عشان نحلم ونجيب الـ eigen values والكلام اللي كان يعمل لكم صعباً قليلاً ففيه تعريف أفضل أو آخر بيسهل موضوع إن أنا أحكم هل الـ eigen values تعتني positive definite or negative definite or semi-positive or semi-negative إزاي؟ اللي بيقولك positive definite بتجيب الـ A1 الـ A1 دي اللي هي المحدد الأصغر بتاع أول محدد صغير ماشي والـ A2 إنك تاخد بقى الأربع عناصر دول اللي هي مصفات 2 في 2 بعدين A3 اللي هي الثلاثة في ثلاثة بتاعيتهم بارباً و-A4 و-A5 و-A6 و-A7 و-A M يبدأ ببعض أحسب محددات السغرة الـ الـ أول واحد 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 اثنين واثنين واثنين ثلاثة وثلاثة وثلاثة أربعة واربعة خمسة وخمسة جميع لو طلع ان كل الافج بوزتب يبدي بوزتب ديفت لو طلع ان الصين بتاعتهم ناقص 1 اسجا يبديه نيجتب ديفت يعني ايه مش تهمين الكلام يعني لو ايه 1 اشارتها بالسالب ايه 2 اشارتها بالموجب ايه 3 بالسالب ايه 4 بالموجب سالب موجب سالب موجب يبدأ كده اسمه نيجاتيب ديفنت بوشت في سمي ديفنت لو هم مجابين أو صفار مجابين أو صفار إن ديفنت ما سوى تعالوا مع بعض ندخل على الطرق الثانية من الكلاسكا الاتمازج التكنيكس الكلاسكا الاتمازج التكنيكس نمبر تو إحنا شوفنا الخريطة بتاعتنا خدنا single variable constraint single variable optimization خدنا without constraint multivariable optimization النهاردة وقفين على multivariable optimization with equality constraints أمثالية متعادلة المتغيرات بس فيه قيود عندنا قيود دي قيود مساوية يعني إيه الكلام ده؟ يعني أنا عندي هنشوف مع بعض هناخد طريقتين وفي عدة طرق كتيرة جدا للموضوع ده فيه طريقة اسمها direct substitution method طريقة التعويض المباشر وفيه lagrange multiplier method طريقة مضاعفات lagrange خد بالاكمة يعني إيه أمثالية متعادلة المتغيرات بقيود مساوية؟ multivariable optimization with equality con stream أنا لأصلا إنه عند فيه دلاة F عايزة أعمل F of X عايزة أعمل لها minimization طبعاً الـ X دي capital عبارة عن vector X1 X2 X3 X4 زي ما يكون بس فيه عند القيود ده ده الجديد عندنا في الموضوع subject to G J of X بتساوي 0 فيه قيود عندنا والقيود دي قيود مساوية بتساوي 0 هنفضل إن شاء الله محاضرة دي لولينا عمر لو هي قيود لا مساوية inequality بتبقى أصغر منه احنا هنا شغالين على ايه؟ تساوي 0 الجيبة تاخد واحد اتنين تلاتة المكشاف يكون عندك قيود واحد ممكن يكون عندك عائدة قيود وياللي بحصل عندنا لما تيجي واني شفتنا الكلام ده في المحاضرة الأولى لما يجي صمم مثلاً ترص أنا في عندي قيد ايه القيد ده؟ الاسترس مايزاتش عن قيمة maximum strain maximum strength الباكلنج الباكلنج فورس او الفورس اللي عنده مزيش عن الباكلنج فورس كل الكلام ده دي كونسترينتس عندنا الكونسترينتس زي ما احنا شايفين عددها m ولازم والx زي ما قلنا عبارة عن فيكتور عدده n لازم ال-m تبقى أصغر من ال-n لازم ال-m تبقى أصغر من ال-n و-n لا بمفيش ال-optimization انت خيل معايا واحد مديك مسألة تعملها و-optimization في اتنين ومديك اتنين خلصت مع هل اتنين هي حاجدور المتغيرين وخلص الموضوع يبا فيش ال-optimization انت يكون في ال-optimization لما يكون عدد القيود المشروطة عليا أقل من عدد ال-variables يبا فيه مساحة بعضة لاتحرك فيها لكن لعادد الكونسترينتس بتساوي عدد ال-variables أو أكبر منها يبا انت كده مقيم تقريبا ما تقدرش معنا تتحرك واضح يا جماعة يبا دايماً ألاقي عدد القيود بتاعتنا أصغر من عدد ال-variables فيه طريقة زريفة جداً اسمها direct substitution method طريقة التعويد المداشر ايه طريقة التعويد المداشر دي؟ أنا عندي قيود عددها M اللي هي GG of X بتساوي صفر القيود دي هعمل ايه؟ هخدهم مع بعض حلهم الأول سيمالتنياسلي عشان أجيب M من المتغيرات بدلالة M ناقص M من المتغيرات يعني مثلاً عندي خمس متغيرات X1 X2 X3 X4 X5 وعندي ثلاث قيود أعمل ايه؟ أخذ ثلاث قيود دول حلهم مع بعض عشان أجيب ثلاث متغيرات بدلالة الاتنين التنين بدلالة الاتنين التنين يبا أنا بحل بجيب ثلاث متغيرات بدلالة المتغيرات البقية بجيب M من المتغيرات بدلالة M و أصمنا المتغيرات جميعاً ساعتها بناخد نعوض بقيم M من المتغيرات في المعادلة بتاعة F of X اللي هي دلالة العادة في لجهة الفانشن فبنقدر نحولها إلى دلالة في عدد من المتغيرات مقدرهم M ناقص M وبتتحول إلى مسألة Unconstraint عادية خالص من اللي احنا لسه حلنا يبدأ الموضوع التعود المباشر فكريتها ببساطة أنا بأعمل يا جماعة بجيب بعض المتغيرات إلي بعض المتغيرات ورجعهم في دلالة الهدف حاولت دلالة الهدف إلى Unconstraint اشتغل بقى خالص الموضوع خد مثال بيقول لك يحسب أبعاد صندوق ذا أكبر حجم بحيث يكون محدداً داخل كرة نرسق وطرها الوحدة يعني إيه كلام ده في عندنا سفير في كرة نرسق وطرها الوحدة هاخد القرة دي وحط جواها صندوق وحط جواه إيه صندوق طبعا لك الخيار السندوق ده ممكن واحد يصغره كده ويموته صحر ومصحر أو يضغطه ويكبره حسب ما أنت عايز أنا عايز إيه بقى أنا عايز إيه عايز يديني Maximum Volume بصد جد بصوا معي لو بصنا على القرة اللي قدامنا هنلاقي أن أي نقطة على القرة إحداثياتها X Y Z مظبوطة مش مظبوطة أي نقطة في القرة إحداثياتها اللي على سطح الكرة X Y Z في علاقة تربط ال X وال Y بال Z اللي على سطح الكرة آه طبعا في عندنا X تربيع Z Y تربيع Z Z تربيع بصغر تربيع مظبوطة جماعة دي معادلة الكرة أي نقطة تنتمي لسطح الكرة لازم يكون زي الدائرة لو عندي دائرة أي نقطة واعد دائرة لازم X تربيع زي واحد تربيع بصغر تربيع لكن تربيع نفسي القصة في القرة لا objetivo الأحداثي X وال Y Z بتاعه أي نقطة واعدها x تربيع زي واحد تربيع ثغر تربيع نظراً الملار بتعطي بواحد فبتسوحد طيب بدأ دائما دا قيد دا قيد عندنا لازم X تربيع زي واحد تربيع زي واحد تربيع دا قيد تشوف تكمل لو سيارتك جي تكمل ترسم متوازي مستطيلات داخل الكرة دي هتلاقي ان ابعاده اتنين اكس في اتنين واي في اتنين زد. ازاي كان شو هدين بنا انا اهوز. في عندي اكس قدام وفي اكس زيها ورا. وفي واي احيادي وفي واي زيها انا حتى تانية. في زد الفوق من الارجن وفي زد التحت من الارجن. عشان يبال بوكس ملامس الكرة من جميع الجهات. يبال في عندي شرط يبال الابجوكت الفونجشن اي عايز اعملها اوبتوميزيزيجن هي اف اف اكس وي وزد بتسوي تمانية اكس. واي زد. جبت الحجب ازاي? طول في عرض في ارتفاع. اتنين اكس. اتنين اكس. في اتنين واي. في اتنين زد. تسوي تمانية اكس وي زد. يبال انا ادر اصيغ المسألة بتاعتي. اقول ان انا عندي تلات متغيرات. اكس وان اكس تو. اكس سري. اكس وان هو الاكس. اكس تو واي. اكس سري زد. ده اللي بتقول هدف بتاعتي الوجيكت الفونجشن هي اف اكس وان واكس دو اكس سري بتسوي تمانية اكس وان اكس تو اكس سري. صعب اكس وان تربيع زد اكس تو تربيع زد اكس تري تربيع بتسوي حد. هم حاجة في القصة الصياغة اللي احنا قلناها في الاول خلاص في اول محاضرة. ان اللي هيسيغ دلت. هيسيغ المسألة غلط. مسألة كلها غلط. ما بني على باطل. فهو باطل. صح. لابن لازم من الأول إلي أحدد إيه الـ Objective Function اللي أنا عايز أشتغل عليها وإيه الـ Constraint اللي أنا شغال بيها يبقى عندنا آدي دالة الهدف بتاعتنا الـ Objective Function وآدي الـ Constraint إيه اللي عندنا جميل بص معايا أنا عندي كام متغير في المسألة كام متغير في المسألة يا جماعة 3 X1, X2, 3 أو X1, Z جميل فيه كام Constraint في المسألة كان Constraint واحد بس فيه الـ 2 هو Constraint واحد إن X تربيع زائد Y تربيع زائد Z تربيع تسوى 1 أو X1 سكوير زائد X1 سكوير زائد C سوير بسوى 1 مظبوط يبقى أنا عندي ده اللي تلتهاد فيها 3 متغيرات عندي Constraint وحيد فهجيب متغير بـ 3-2 التانية فده اللي هيحصل دلوقتي إن أنا هعمل إيه هجيب X3 في طرف والباية في طرف طبعاً هجيب X1, X2 سكوير ناحية تانية بالسالب واخد الجزر التربيع للطرفين بقت X3 بتسوى 1 ناقص X1 تربيع ناقص X2 تربيع بكل أسنوس طبعاً أنا جبت X3 مش أقدر أشيل X3 من دلة الهدف من الـ Objective Function وحط مكانها التعودة بتاعت X3 فأقدر إن أنا أحول الـ Objective Function بتاعتي من 3 متغيرات إلى متغيرين وده اللي حصل إن أنا شلت X3 وحطيت مكانها 1-X1 تربيع ناقص X2 تربيع الكل أسنوس واضحة؟ واضحة جماعة؟ موضوع بسيط وسهل بسيط وسهل إن شاء الله طيب تعال نشوف آدي الـ Objective Function بتاعتي عايزين نشتغل شغل optimization القديم بتاعنا نروح نفضلي مرة بنسبة X1 ونساوي بصفر خدقاك لما فاضل بالنسبة X1 خدقاك لما جا فاضل بالنسبة X1 هلاقي إن أنا عندي لما جا فاضل بالنسبة X1 هلاقي إن أنا عندي X2 دا كونستانت X2 دا كونستانت هلاقي عندي حصل ضرب دلتين أولاً 8X2 دي كونستانت نطلحها بره نجنبها في جنب حصل ضرب دلتين آدي الدلة الأولى آدي الدلة التانية طبعاً عارفين حصل ضرب دلتين تفاضل الأول في التاني زائد الأول في تفاضل التاني الله 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 إيه اللي جاب تفاضل التاني بالكلام ده ما انت مش رأح باقي مش دي قص نص تفاضلها بيستوي يا جماعة بننزل النص قدام في القوس قص ناقص نص في تفاضل ما بداخل القوس اللي هو ناقص اتنين X1 صح رم صح تاني حصلين لما اجا فاضل قوس قص نص بنزل القص نص وقت عمل قص واحد وبقص ناقص نص نظبوط؟ وفي تفاضل ما بداخل القوس بالنسبة لمن؟ الـ X1 يبقى 1 دي بالنسبة لـ X1 constant الـ X2 بالنسبة لـ X1 constant ناقص X1 تربيع لما اجا فاضلها بالنسبة لـ X1 تديني ناقص 2X1 وده اللي حصل الناقص اهي الـ 2 في النص بواحد قص ناقص نص في المقام قص ناقص نص في المقام X1 اتضربك في X1 اللي هو الاول ادن X1 واضح جميع نفس الكلام هنعمله بالنسبة لـ X2 مع اعتبار أن X1 constant تديني معادلتين في مجهولين اقدر ان انا اوادي ده في الطرف التاني اخد لك معايا اقدر ان انا اوادي ده في الطرف التاني وطلع المقام ده في البسط اللي حيادي اوصل الى ان واحد ناقص X1 تربيع تماما من نص X1 وX1 هم X1 يبا واحد نص X1 تربيع نص X2 تربيع بتسوي X1 سكوير او نقدر نقول ان ايه 2X1 تربيع زد X2 تربيع بتسوي واحد نفس كنا اعمل في المعادلة التانية فهلاقي ان واحد نص X1 سكوير نص X2 سكوير بتسوي X2 سكوير او X1 سكوير زد 2 X2 سكوير غير معادلتين تروي عايزين ندرز عايزن aware بدرب المعادلة نمرة 1 في 2 في سليب 2 وجمعها مع المعادلة نمرة 1 أو ضرب المعادلة نمرة 1 في سليب 2 وجمعها مع المعادلة نمرة 2 هنوصل إلى x1² بتسوي x2² بتسوي طول أو x1 ستار بتسوي x2 ستار بتسوي أجاز ثلاثة مين ستار دي بقى اللي هي النقطة اللي أنا بدور عليها نقطة الأوبتيمم ماشي جمام طب انت جدت x1 x2 ستار أنا كان عندي كام متغير في المسألة من الأول خالص ثلاثة طب عايزة جيب x3 ستار سهلة جدا كان فيه كام متغير عندنا عوضنا بيه من الأول بيقول ان x3 بتسوي 1 نقص x1² نقص x2² كل قصه نقص عوض يطلع لك x3 ستار بواحد على جزر ثلاثة موضوع ظريف نقدر نعوض في ال-f الأولينية يطلع لي ان الماكسمم فوليوم بيسوي 8 على ثلاثة جزر ثلاثة ماشي جماعة؟ موضوع سهل وبسيط؟ السؤال بترح نفسه النقطة اللي نجي بتاعه هذه maximum volume ولا minimum volume؟ شو عارفين؟ نعمل تشيك بلغيسيان نعمل تشيك بلغيسيان ماتريكس هذه التفاضل الأول فاضل كمان مرة بالنسبة لx1 سكوير يبقى جيب برشل 2-f برشل x1 سكوير فاضل بالنسبة لx2 هات برشل برشل 2-f برشل x1 x2 فاضل مش هبس اتخد بالك مش ببس هنسيب زي ما هي كده هنسيب زي ما هي كده فاضل برشل f برشل x2 هات برشل 2-f برشل x2 سكوير ترجبتي الكلام دي انا عندي كم نقطة كم ريزلت عندي 3 ريزل او كيمة واحدة x1 كيمة واحدة x2 كيمة واحدة x3 اوقعد عوض بيهم اوقعد عوض بيهم في التلات تفاضلات وبساتهم هتلع لك برشل 2-f برشل x1 سكوير مقصد منو ثلاثين على جهز 3 مقصد منو ثلاثين على جهز 3 مقصد منو ثلاثين على جهز 3 يبقى انا عملت ايه ما بستش بقى بالربوز ومكالكاء العلقة عوضت بالأرقام وبصد بالأرقام ماشي يا جماعة؟ جميل جبنا التلات قيم كون الهيسيام ماتريكس كون الهيسيام ماتريكس هاكي اله 1 اللي السعيلين عليها هادي اله 1 محدد اله 1 وهادي محدد اله 2 اله 1 اللي هي القيمة دي بمجب ولا بسالب؟ بسالب طب هاكي المحدد ده طلع مجب افتكر مهاية اله 1 بسالب اتشتب موجب ناس واحد اس جي يبع لطول دي ماكس من بويت موضوع بسيط سالة يا جماعة جميل مسار رقم اتنين صندوق ارتفاع ايه وعرضه بي وضع ملاسقا للحيط احسب طول اكسر سلم يوضع على الحاط ارزوني رأسنا من وضع يعني انت لو معاك سلم كده واذاك هتلاقي اكسر سلم تقول اجيب سلم بمسترة صغيرة وحطها لا لانا فيه عند بوكس فيه عند بوكس ابعده او بي وعايز احط سلم بحيث بطوله اكثر منكم تعال نشوف مع بعض هافترض ان البعد الافقي للسلم اكس والبعد الرأسي وار بعد السلم يا جماعة حد يقول لي بيسير بعد السلم ده زي التربيعي لكس تربيع زي دول تربيع جميل اون ربع ويمكن ديك اتفادنا في المسألة اللي فاتت اخذ بالك وركزوا معايا وانت لو عندك دلت الهدف ماكسमام يبلازني التربيع بتاعة ماكسامام صاح ملاسط�로 كماعة فاجاز اقول تاني لو عندي دلت الهدف بتاعتني ماكسامام يبلب تربيع بتاعتها ماكسامام فحنا كان ممكن من المسألة اللي فاتت اللي هي الالت ل Και 8-1 X2 جزر واحد نقص X-1 تدربيع X2 تربيع كان ممكن دلت الهدف بس اخذ بالك كان ينفع في حالة الماكسمايوسش الهم لان المنميزيشن هيبت تقلب النقطة من منميليمم لماكسم مش واضح اول دي تاني اول دي تاني يا جماعة يعني ليس دليلا ليس لزاما لهو لما ربعها تبا مينمم لان حسن يعني لو عندي يعني لو عندي الدلة بتاعتي عاملك كده مثلا الدلة بتاعتي عاملك كده لما جا ربعها القيمة دي تتبرق قوي وده تتظهر صحيح المستحب لكن مش واخد بالك الدلة لو عاملك كده مع الناس ايه بالزات شايفوا القيمة دي بالسالب لما جا ربعها يحصل فيها لما جا ربعها تطلع بالموجب وانا مش تزين تطلع بالموجب طب هي الماكس ده الموجب تطلع بالموجب لما جا ربعها تبع عاملك كده ما تطلعش هي الماكس يبدأ بس في مسال ايه ماكس مايزش فده اللي حاصل ان اربعت عشان ما عدش اشتغل بالنوضوع الجزر طب فيه قيود عندي ولا ما فيش او في قيود انه لازم يكون ماشي مع السلم طب ماشي مع السلم دي نجيبها زي عن طريق حساب المثلثات بص عندي شايف المثلث الصغير ده والمثلث ده والمثلث الكبير ده مش دول تلت مثلثات متشابهة صحة لما صحة طب طبعني بقى معادلة التشاب المثلثات المثلثين الصغيرين المثلث الصغير ده والمثلث الصغير ده عادل المثلث ده كلها اكس شلت منها بي يبدأ البقى هنا اسمه ايه اكس ناقص بي الطول ده كل اسمه ايه شلت منه ايه يبدأ البقى هنا وي ناقص ايه من شايف المثلثات نقول اكس على بي الطول ده على الطول الكلي على الطول ده شايف المثلثين الصغيرين يبقى ده على ده يساوي ده على ده اللي هي ايه على وي ناقص ايه وصلت وصلت يا جماعة جميل ممكن طبعا نجمع المقام مع البسط في الطرفين خدناها في تاني عداد يبقى اكس على بي بتساوي على وي زي ناقص ايه عادي مفيش مشكلة ايه وممكن نجيب الاكس نطلع البي فوق يبقى الاكس بتساوي بي وي على وي ناقص ايه ده كونسترينتو اللي مش كونسترينت يا جماعة ده قيد ما نفحش جيب اي اكس واي y لازم فيه علاقة بين اكس ومبين الواي الاسكس بتساوي بي وي على وي ناقص ايه يبقى المسألة بتأكد المسألة سهلة عايز اعمل لى اف بتساوي اكس سكوير زياد وي سكوير اكس بتساوي بي وي على وي ناقص ايه تعال نشوف اكس وان باكس اكس توب وي يبقى F تساوي X1² زياد X2² الكنيسترينت بتاعي هو X1 بتساوي بي X2 على X2 نقص E ممكن واحد يحب المسألة بX1 ما فيش مشكلة يا جوز وهو عطل دماغاً X1 ده متغرر الأول ومتغرر التاني مش مشكلة خالص مسألة سهلة مش أنت يباتي عندك X1 بدللة X2 تعالت الـ objective function وشلي X1 وحط مكانها بدللة X2 يبقى الـ F في الحالة دي بتساوي بي X2 على X2 مقص A لكل سكوير زائد X2² دخل سكوير جوه أو فاضل عوطول حتى مش مشكلة تفاضل الراجل ده بتين X2 مفيش مشكلة فيها تفاضل الراجل ده بتربيع هنزل القص وترحمل القص واحد في تفاضل ما بداخل القص منزل القص واترحمل القص واحد في تفاضل ما بداخل القص فانهم بداخل القص أصلاً عبارة عن بسط ومقام يبيني المقام تربيع المقام في تفاضل ما يبسط نقص البسط في تفاضل المقام دميل جد هذه المعادلة بتاعتنا هي تعال نصفي تعال نصفيها شوية نصفتها ازاي مصلاً عندي هنا في BX2 نقص BX2 يتير مع بعض يبقى نقص BA طبعاً العملية بقت سهلة بقى عندي نقص 2B2AX2 على X نقص A عسي 3 زائد 2X2 الكلام ده عايزة أخذوه بصفر هنساوي الكلام ده بصفر بسهولة جداً هنجيب اللي بنقص في الطرف التاني بالنودة أو من غير ما نجيب هناخد 2X2 عالمشترك هناخد 2X2 عالمشترك هيبقى نقص B2A على X تربيع نقص A تكريب زائد 1 بيسوي صفر إما الX2 بصفر وده مستحيل ليه؟ ما يسوي بصفر ينفيش سلم أصلاً ينفيش سلم أو أن بيت القوس هو اللي بصفر خد القوس بصفر هاتل في الطرف الشمال في الطرف اليمين خلي بالسالب يعني غير الإشارات طلع الX نقص A تكريب فوق خد الجزر التالت للطرفين جبت الX2 تطلع بتساوي A زائد B قسو تلتين A قسو تلت وتذكر أنه كان فيه معادلة بتقولك أنه X1 بتساوي BX2 على X2 نقص A ما أنا جبت X2 ستارة مش دي كمت X2 يا جماعة اللي أنا عايزها الأمتيمام هاردعوا بيها هنا وهنا هجيب X1 اللي أنا عايزها هتطلع B زائد A قسو تلتين B قسو تلت وتتلاحظ التجانس ما بين قيمة X1 و X2 بص كده A زائد B قسو تلتين A قسو تلتين وهنا B زائد A قسو تلتين B قسو تلت لأنه طبعاً X1 بتقابل B والX2 الY بتقابل A نسبة وتناسب ما بين أبعاد السلم وما بين أبعاد البقص عايزين نجيب جوء السندوق عوض F هتلاقي دوني عمالة تتبسط معاك تيديك في الآخر A قسو تلتين زائد B قسو تلتين الكل قسو تلتين طبعاً نفعش واحدة لك ندخل قسو تلتين جوة وفي المقام ما ينفعش دول قمتين مجموعين على بعض التكايد بتاعهم ده ننجمعهم إن هيك تقابل عن X تربيع زائد B تربيع زائد 3 زائد 3 أو ما لقيت فيه 3 وتلاتة وهم أربع مقادير جي في دماغي على طول ما فيه بزاة الحدين قسو تلتين فروح تقاين إنه دي قبرة عن إيه قسو تلتين الكل قسو تلتين ودي نفس القصة بي قسو تلتين الكل قسو تلتين بحيث بل مقدار عندي في النهاية مقدار أول تكعيد وفي الآخر مقدار التاني تكعيد ثلاثة في الأول تربيع في الثاني ثلاثة في الأول في الثاني تربيع فاكريين ما تفوقز لحد دنيا يا جماعة مش ما فاكريين لما قول X زائد Y تكعيد بتسوي بتسوي X تكعيد زائد 3X تربيع Y زائد 3XY تربيع زائد Y تكعيد ماشي يا جماعة يبقى دي طول L السلم اللي احنا عايزينه جبناه طبعا نظرا ان هي قيمة واحدة فيعني انا مش هعرف يعني هي تروح دو خلص لو كذا قيمة لازم اختبر تعالي نختبر نشوف الماكسيميزيشن و الماكسيميزيشن هنجيه تفاضل التاني بالنسبة لX2 هنعوض فيه بX2 بإيه زائد B أس تلتين أس تلت نبسط تلعلي في الآخر 6 B أس تلتين إيه أس تلتين زائد أربعة زائد اثنين ال M الموضب و ال B الموضب اللي هي بعد البوكس مضروبين في ستة مرفوعين لقص زائد ستة كمان يطلع موضب على سالب يطلع موضب يبقى دي مينموم بولت موضوع سالب طبعا طريقة سبستيتيوشن بتبقى صعبة شوية زي ما شفنا اللي ما يطلع عندنا جزر والكلام ده بتكالكع معنا فالطريقة الأفضل واللي معظم الناس بيشتغل بيها LaGrange Multiplier Method طريقة مضاعفات LaGrange إيه طريقة مضاعفات LaGrange؟ طريقة سهلة قوي راجب بيقولك انت عايز تعمل Minimization أو Maximization للدلة F لـ F F X Subject to GI X بتسوصف جميل؟ أنا كان هقولك حاجة حلوة او احنا هنعمل Objective Function جديدة اسمها LaGrange Multiplier Objective Function عبارة عن ايه؟ عبارة عن Objective Function الأصلية زائد لندا مضروبة في الكنيستيرين يبراجي مش هيقض يعود اللي هيحلم عوضاتنا عبعض ولا يجيب ناس بيقية ناس ولا يعمل أي حق خاص هو ياخد الكنيستيرين يضرابه في لندا ده لو كونيستيرين توحيي لو اتنين كونيستيرين تلات يقرب في لندا وان لندا طول لندا ثري لندا فور وهيتون Objective Function جديدة يهي LaGrange Multiplier Objective Function اللي هي L هتوب دلة في الـ Xات الأصلية في الـ Design Variables الأصليين ودلة في اللندا اللي هو حطاها اللي هو LaGrange Multiplier طب كلام جميل اجد الوقت عندي ال L اللي هي دلة في X ولمدا بتسوي F of X زائد لندا G of X انت عايز تجيب ايه؟ دلة في X ولمدا عايزين نعمل ايه؟ عادي برشة ال F برشة ال X L بتسوي صفر وكمان برشة ال F برشة اللندا أي بتسوي صفر واضح يا جماعة؟ يعني متغيرات عندك الثلاثة واثنين كونسترين بقى كله عندي خمس خمس متغيرات X1 X2 X3 L 1 L 2 امدع برشة بالنسبة للخمسة الشرون بالصفر يجيب لك خمس معادلات حيلي عن هذه السوقات مجهيل تجيب الكام بتاعتك خلص الموضوع الشعابة اللي يسأل نفسه اقول بقى ان دي maximum ولا مين ومزعي بيعمل حاجة زي الهيسيام ماتريكس محدد كده كبير العناصر بتاعته متقسمة 4 تربع فدلك معايا مش 4 تربع متسويين مربع ادي مستطيل ادي مستطيل بصفار ادي مستطيل زي المستطيل اللي فوق ترانسبوس بتاعه هنا L1 1 نقص Z L1 2 بيترح Z متغير اسمه Z من الدياجون بيترح متغير اسمه Z مين من الدياجون كلام جميل والL وقال L1 2 و2 1 قالك L I J عبارة عن partial 2 L partial X I X J زي الهيسيام بالزبط هو الهيسيام مش جمال الهيسيام بتاعنا كنا بنقول ان العنصر الرابع والسادس بيسوي partial 2 F مثلا partial 2 L بقى partial X 2 X X 4 6 هي بالزبط طيب ايه بقى الجي دي جي 1 1 وجي 2 2 دي عبارة عن G I X التفاضل بتاع الكلستيرينت نمبر آلو بالنسبة المتغير نمبر G كلم جميل طيب لما نعمل الكلام ده ايه اللي يحصل هنفك المحدد ده نديني معادلة في الزد هنحل ونجيب قيم الزد الزد لو طلعت نوجب قيم الزد يبدأ مينموم طلعت كلها سالب ماكسوم سالب يموجب لما مينموم ماكسوم هنشوف في الحل كاميرا مستطيلة القطاع تم اقتطاعها من جذع شجرة دائرية قطرات من ايه الكاميرا تم استخدامها ككابولي بطول ثابت لتحمل حمل لتحمل حمل مركز عند طرف الحر اوجد ابعاد الكاميرا التي تعطي اكبر قوة تحمل للكاميرا يعني اكبر ايكات يعني عندي جزع شجرة طول وثابت نزع بطول دائري قطر اتنين ايه يعني وصي قطر باين عايزين نقطع منه كاميرا تتحطي كابولي تشيل في الاخر بحيث تديني اكبر قوة تحمل اكبر قوة تحمل يعني السجم عليها ماكسوم تقورتشيل اكبر اكبر قوة تحمل from a log having a circular cross section of diameter to aim the beam has to be used as a cantilever beam the length the length is fixed to carry a concentrated load at the free end find the dimensions of the beam that corresponding to correspond to the maximum inside bending stress carry capacity انا عندي دايرة هقطع منها يا جماعة هقطع منها قطاع ده مستطيل قدي نقطع الدايرة زي ما قلنا من شوية لازم اكس تربيع زي وي تربيع بتسوي ايه تربية ايه ده اللي هو نسخ خطر الدايرة طيب الابعاد القطاع اللي انت اخدته اتنين اكس في اتنين وار لان النقطة دي احدى فيها اكس وار قديل اكس وقديل وار يبقى بعد القطاع بتاعتنا اتنين اكس في اتنين وار جميل جدا سيجمى بتسوي ام في وي على اي خدي باية معايا الاي بتسوي ايه اتنين اكس في اتنين وار تكريب على اتناشر موز عمولة تكريب على اتناشر جميل جدا سيجمى ماكسمال هتسوي تلاتة ام وار على اربعة اكس وار تكريب خد بالك الوار حطتها بوار الوار حطتها بوار لأن التوارد الأزيادة يتعاود لكي تجيب الماكسوموم السيلاز يتعاود عند الشفة الفؤانية والتحتانية فالشفة الفؤانية والتحتانية الواي بتعقيتها بواي مفهوم يا جماعة؟ جميل يبالي قبل أنت عندي معادلة عايزة أعمل الماكسومالزائشن لتلاتة ام واي على ربعة اكس واي تربيع او ممكن نحولها إلى سورة ف بتساوي ك اكس قص ناقص واحد ولا قص ناقص اثنين ليه الاف دي؟ ثلاثة أم على أربعة ما دي سبت جميل في عندك شروط في عندي إكس تربيع زلوية تربيع بتساوي إيه تربيع لجرانج ملتبلاير يعملين إيه إيه لك هنكون الدلة L أول حاجة حاول الدلة G إلى زيرو هجيب الإيه تربيع في الطرف عشان حاولها إلى دلة صفرية هنكون الإل الإل عبارة عن الدلة في إكس وي ويلاندا ما فيش أنا تعويض بقى فهنلاقي السورة بتاعتنا عبارة عن كي إكس أصناها أصناها ستنين زائد لاندا في إكس تربيع زائد ويل تربيع أنا أقص إيه تربيع دي دلة جديدة ثلاثة متغيرات x ويلاندا هنعمل إيه هنفاضي المرة بالنسبة برشب بالنسبة x ونساوي بصفر برشب بالنسبة y ونساوي بصفر برشب بالنسبة لاندا ونساوي بصفر طيب معافت 3 مجاهيل ابدأ حلوم بالسورة جدا تاخد المعادلة الأولى تجيب لاندا في طرف والبقى في طرف المعادلة التانية للندا في طرف والبقى في طرف ساولي اتنين لندا بتلين لندا تجيب علاقة ما بين ال-x وال-y وانت اصلا في عندك معادلة تانية فيها علاقة ما بين ال-x وال-y حلهم مع بعض هتطلع ان ال-y بين هنا ب-x على جزر x جزر اتنين عوض هتجيب ال-x ستار وال-y ستار وتجيب كمان اللندا ستار لو انت عايز كلام زرفة لو مزرفة يهو السؤال جدا قدرت احسب ال-x ستار وال-y ستار واللندا ستار عايزينيك شو بقى دي ماكسوم ولا ميني مبين عادي خالص هنكون مصفوف الجزء ده عامل زي الهيس يلن افتكر ان ال-x ستار بايه على جزر تلاتة ال-y ستار بايه جزر كين على جزر تلاتة اللندا ستار بتسعة جزر تلاتة اي كي على اربع اسك قس خمسة هنعمل ايه برشة ال-L برشة ال-x عارفين هنفضلها مرة تانية بالنسبة ل-x ومرة بالنسبة ال-1 ونفضل اللي برشة ال-Y بالنسبة ال-Y عشان اجيب L1-1 L1-2 N2-1 N2-2 مزبوط جميل جدا ونعود بال-x ستار وال-Y ستار واللندا ستار هنقدر نجيب التلات قيم اللي عندنا بعود في التلات حاجات قدرت اجيب قدرت اجيب قيم زي مشوفنا دلوقتي انا جبت ايه بصوا معايا انا عوضت بال-x ستار وال-Y ستار واللندا ستار قدرت اجيب لندا L برشة ال-X سكوير مرة ولندا L برشة ال-X برشة ال-Y ولندا سكوير L لندا Y سكوير يبقى جبت التلات مقادير بتوع ال-Yس بس انا محتاج لسه G1-1 وجي 1-2 انا ده واحدة بس يمي يبقى نجيب لندا G بالنسبة ال-X لندا G بالنسبة ال-Y هعود بال-X ستار وال-Y ستار دلوقتي بقى الحاجات كلها موجودة عندي هتكون المصفوفة الظريفة بتاعتنا هنلاقى منظرة عامل كثرة باجي في الدياجل اللي فوق بس واترح زد تعلم فك المحدد الجميل ده نجي بفك المحدد طبعا تعطينا فك المحدد بقى يصفه اي عمود هفك بالصف الاخير عشان ما بسط لان فيه صف اجي ذاك المحدد هاخد بره عامل مشترك اتنين ايه على جهاز ثلاثة هاخدنا قبل كده في فارق بين المشترك في المصفوفة والمشترك في المحدد المشترك في المصفوفة بيتاخد من العناشر كلها المشترك في المحدد بيتاخد اي من صف و اي من عمود انا هاجي من العمود ده بس كده معايا واخد عامل مشترك اللي هو اتنين ايه على جهاز ثلاثة ومن العمود ده هاخد اتنين ايه على جهاز ثلاثة واجه ابصة في الدانية بس 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 هقسم الطرفين هديه عدلة صفرية هقسم الطرفين على اتنين ايه و اتنين ايه و تلاتة في المقام بدي الصورة بتاعت كلام زريف هحط في مخدار كده دايماً طالع معايا تسعة جزات على اس كورك هساميه سي ده تدلل بالشكل ده هنفك نجيب الزد بدلالة السي هلوحظ لأ ان نسيب بالسالب ايه زد بالسالب زد بالسالب يبقى ماكسموم بويت كلام زريف فهمني يا جبعة الكندا كلام قويس اه فيه مثال تاني اه حضراتكم بقيتوا بتقرود ان شاء الله برضو عنده سطوانة اه بشيت الشيت ده مسحته معروفة عايز يلفه بيحيس يديله اكبر حج عندنا ان شاء الله اه نكتفي بذلك والسلام عليكم و الله و بركاته ماشي كمان المثال اربع بيقول لي يحسب ابعاد سطوانة شاملة من القاعدة والغطاء مصنوع من صفيحة معدنية وذلك لتعظيم حجمها بحيث يكون المساحة السطحية لها يساوي اي نوت اربع وعشرين بول والفكرة ببساطة جدا اننا عندي هنا ايه هم ما لاينا عايزهم اكس وان وكس تو اكس وان هيعبر عن الرادياس و اكس تو هيعبر عن اللينف اللي هو الهايط هاي سلندر في الدنيا احيان عشان عشان اعرفها لازم اعرف الرادياس بتاع الرادياس بتاع الرادياس او نص القطر بتاع الرادياس والارتفاع بتاع سلندر من هنا نلاقي ان الابجيكتف فونكشن بتاعتي اللي هي الفوليوم هتسوي مساحة القاعدة في الارتفاع باي ار سكوير في اتش او باي اكس وان سكوير في اكس تو طيب ايه بقى لكم سترينتس اللي عندي اننا عايز المساحة السطحية سوي ايه نوت المساحة السطحية دي اللي هي عبارة عن ايه اللي هي عبارة عن مساحة مساحة جانبية مساحة جانبية زي مساحة الاعدتين المساحة الجانبية لو جنا نبص هنلاقي بتساوي محيط الاعدة في الارتفاع محيط الاعدة يعني اتخيلتم ان تجد قصيت هنا كده وفردت ده عملتم مستطيع فهتلاح لدينا المسلم الأبعاد وهي طول المحيط بعدنا الثرد والارتفاع يبقى فيه عندناه 2 بال X1 ده محيط الأعداء في ال X2 اللي هو الارتفاع زائد مساعة الدايرتين مساعة الدايرتين دايرة بتاعة الغطاء والدايرة بتاعة البيض يبقى دي كده عندنا هو الكونسترينتة عندنا 2 بال X1 سكوير زائد 2 بال X1 X2 تسوي A نوت و A نوت بكام 24 بال زي ما قلنا قبل كده ممكن نشتغل بال direct substitution method وممكن نشتغل بال Lagrangian Multiplier method لو هنشتغل بال direct substitution method قادي الكونسترينت اللي عندي ان 2 بال X1 تربيع زائد 2 بال X1 في X2 بتسوي A نوت هنجيب X2 لواحدها في طرف ونجيب الباقي كله في طرف فهنلاقي ان 2 بال أو حتى وما عملتش كده وضرب الطرفين في X1 ضرب الطرفين في X1 لحاجة في نفس يعقوب لو بقى ضرب الطرفين في X1 بقت دي عبارة عن 2 بال X1 تكعيب دي بقت 2 بال X1 تربيع X2 ودي بقت A نوت X1 قسم اللي 2 على 2 وجاب وجاب اللي باي X1 تكعيب دي في الطرف الشميل بقى الطرف هنا عبارة عن داني لكم constraint بتاعنا عبارة عن ايه؟ باي X1 تربيع مضروبة في X2 بتسوي A نوت X1 على 2 ناقص باي X1 تربيع ايه بقى الميزة اللي انا عملتها؟ ما هو ده؟ هو عبارة عن الobjective function بتاعتي يبقى انا بالحركة اللي انا عملتها دياً جبت الobjective function التعويضة بتاعتها عشان انا عايز اطير مين؟ عايز اطير X2 فانا قسمت على 2 وضربت في X1 بحيث حصلت الobjective function بردر دلوقت اشير واقول ان الobjective function بتاعتي يقبار عن ايه نوت؟ X1 على 2 ناقص باي X1 تكعيب ده اتحولت الobjective function بتاعتي من 2 variables الى 1 variable اللي هو X1 بيتل عمل ليس سألة خالص؟ هابدأ افضله بالنسبة لX1 الF جبنا التفاضل هسويه بالصف هسويه بالصف بسهولة جدا منعادلة من الدرجة التانية هجيب ده الطرف في الطرف اليمين بالموجب واخد الجزر التربعي للطرفين بعد الاسم على 3 بال هلاقي ان X1 هتسوي جزر A نوت على 6 بال طيب عايزين نجيب X2 ما هو عندنا القانون اهو ظريف نقدر نجيب منه X2 هنعوض عن X1 نعرف نجيب X2 بX2 هتسوي A نوت هايس نطلعنا الطرفين على باي X1 تربية هقسم الطرفين على باي X1 تربية فبقى هنا عندنا اثنين باي X1 عشان في X1 فوق نقص X1 لوحدها هنشيل X1 ونحط مكانها جزر A نوت على 6 باي يبقى X2 بتاعت بالقيمة دي نقدر ناخد عمل مشترك تطلع لفي النهاية جزر اثنين A نوت على 3 باي إبعنا كده جبت X1 وجبت X2 عايز نشوف لقى هل دي قيم ماكسموم ولا قيم مينوط سعلى جدا هنفاضل التفاضل التاني جدا طبعا عوضنا جبت جبنا كمتة F ماكسموم لو A نوت بابعه وعشرين باي هنشيل A نوت وحط بابعه وعشرين باي X1 بثنين والX2 بربعة زي ما قلت عايزين نشوف هي ماكسموم ولا مينووم بالسهولة جدا هنبدأ ان احنا نفاضل اللي جبت هذا للتاني ونشوف موجب ولا سالب موجب يبقى مينووم سالب يبقى ملخص اللي احنا قلناه ان احنا ده اللي الهدف عندنا اما تكون single variable او multi variable والmulti variable بتكون without constraint او with constraint والwith constraint بيكون equality constraint او inequality constraint شوفنا مع بعض لو ايه equality constraint بتكون على الصورة دي نعايز عمل minimize ل F شريطة ان G i بيسوي 0 فبنبدأ والX زي ما قلنا بتكون عبارة عن vector مقاسه n والconstraint بيكون مقاسة m ولازم ال-m تبقى أقل من ال-m و-n لو يبقى كده full constraint عندنا فيه طريقتين فيه طريقة التعويض فيما قلنا فيه عندنا طريقة التعويض ان انا بحل بحل الconstraint بتاعتي مع بعض simultaneously عشان اشيل بعض وعوض بيها بدللة الـ الاخرى المقاس بتاع الobjective function بتاعتي بعد كده بقى حل زي unconstraint خلنا فيه طريقة تانية اللي هي طريقة lagrangian multiplier method ان انا عايز اعمل optimization minimization للf f of x شريف g of x بتسوي صف بنتون lagrangian objective function جديدة l دل في ال-x الاصلية واللمضا بتسوي f of x دائما lambda g of x طب انا عايز اعمل optimization وفاضل مرة بالنسبة للx وصوها بصف وفاضل مرة بالنسبة لللمضا وسويها بصف بمبنى الحين معادلاتنا عبعضها بنقدر نجيب قيم ال-x وقيم اللمضا عايزين يعرف نجيب من المحادر اللي قلنا عليها قبل كده ونكون المحادر ده ونجيب دلة في z ونحلها حسب بقى الدلة في z لو طيعت قيم z كلها مجرأ يبقى كده minimum كلها سالبة maximum ونجيب بصد الزو negative extreme point نكتفي بذل المتضار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته